لازم فيه تقنين معين لازم تسعيله معين طيب ما حد يجي ياخد حبه ياخد الكرتون كم الكرتون الكرتون على سبعين الكرتون الواحد كم فيه فيها الثمان الثمان فيه حشب وننقصه في عوضها الوزن لا العدد كبر الحجب وغل العدد ايه اكيد عند الوقت عامة كيموكوات الثاني وش اسمك ليموكوات ليمو هذا كيموكوات كيموكوات أصل الصين صين 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 ايه شوق من متاج المزرعة شوق الاسود وشوق الاسود توت عندنا تين مبالي اللبس تنج من محلية منتاج المزرعة ايه مش هذا وشوق هذا التين تعالى مجاز واذاكو الشوق هذا التوت توت هذا الشوق كلها من متاج المزرعة يجب أن تحصل على صفحة كيموكوات ورنة 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 عمية يجب أن يسهل ذلك ما شاء الله كله خير وبركة الحمد لله سامر هذا هو الشيء هذا بومي بومي هذا بومي إن شاء الله كم وزنه هذي؟ صورة ها؟ هذا هو الشيء صورها إن شاء الله حمد لله خير وبركة الأرض المبروكة هذا التين كلها حمار كلها حمار يستمر نمان شهور تسعة شهور ما شاء الله بتغطفون من خل هذا يصف هذا يصف هذا يصف جميع الألواع ننتجها حوالي خمسة عشر أم الله يبارك لكم فيه إن شاء الله بجنت تجى عدم وجودك تجعتنا وزيرك كعلى الإنتاج وزراعة العقاد أنا معكم إن شاء الله وبفلح معكم خمسة أسف جا الله مبروكة الإنتاج حمد لله شكرا بخالق أكتب ببباي أبو خالق ببباي أبو خالق أوليك؟ هذي هذي من هذي هذي من هذي درعة هذا ببباي المتميز جيبه اجد من المسيطة جيب لنا الخضراء حيب هذا ماذا اسمه؟ بارتقال ها؟ هندي باكستاني هندي باكستاني هنالله هنالله اكبر ناقره شو اللي وراك؟ هادا ها انت قول هادا هاذ يحب هاذا حسنا هذا suicide هامو بريتغال هان хотите غذよね انا اسمك على سكر شكرا لك الله يسلم هدية احتذ страх يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا الله يحيييكم شكرا الله شكرا الله شكرا الله صلى الله عليه وسلم طازع فرش ها هذا يوسف بلد هذا باكستان كله مبروك ان شاء الله يتميز بكثرة الحمد لله يتميز بكثرة الحمد للباكستان لا ما يستر على بعض البعض سلام 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 ابن الوطن ابن الوطن يجب ان يستجيبه احتيت ابن الوطن سلام انتهاء سمي العون الحوط الحوط والش هذا هذا القاح رقاح كيف يدعي الحفلة النحي ولا يسر يخلط مغي و مقوي بالعيون يعني لنظر ها كل مستوى يا مغرفة و يا خالة كيف يفرون والله أنا فخور بكم شفتها رائعة جدا و متهوقة وهذا يعود إلى جهد ودقة الإنسان السعودي الذي يقدر ويحترم تطلعات ولاة أمره الوطن غالي والجميع غالين إن شاء الله